بعدما كثرت التكهنات حول مصير الاتفاق التركي الروسي بدأ فصيلان تابعان للمعارضة السورية ومحسوبان على تركيا بالانسحاب من حزام المنطقة العازلة المزمع إنشاؤها في إدلب وفي هذا الإطار اعتبر نائب وزير الخارجية الروسية مخيل بوكدانوف أن الهدف الرئيس من إنشاء منطقة خبط التصعيد هو القضاء على بؤرة الإرهابيين مضيفا أن المسلحين الذين رفضوا الاستسلام سيتم تحييدهم بوكدانوف الذي لفت إلى أن اتفاقيات إدلب موقتة أكد مواصلة العمل مع شركاء الأتراك لتطبيق اتفاق سوتي وفي خضم ذلك كشفت مصادر في المعارضة السورية عن طلب سلمه جهاز الاستخبارات التركية لفاصائل المعارضة يتضمن تأمين لوائح اسمية للعناصر في كل التشكيلات إلى جنب تقديم لوائح جرد بالأسلحة العائدة لكل منها من جهة أخرى كشف مصدر الروسي مطلع لصحيفة الشرق الأوسط عن جهود خفية تبذلها موسكو من أجل فتح قنوات اتصال بين تل أبيب وطهران بهدف تخفيف حدة التوتر ومنع وقوع احتكاك في سوريا بعد تسليم منظومة صواريخ S-300 لدماشق داعيا إسرائيل إلى التحليب الحكمة وبينما لم يستبعد المصدر أن تلعب موسكو دور الوسيط في هذا الشأن أكد أن سوريا يجب أن لا تكون مسرحا لتصفية حسابات لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب مضيفا أن إسرائيل وإيران ستضطران حتما للتفاوض يومما حتى لو لم يكن هذا في أجل قريب